كلمة المرارة مشهورة جدا لدرجة اننا بنستخدمها في حياتنا اليومية والامثال الشعبية في التعبير مثلا عن شخص مديق او مطلع عينك فتلقاي بتقوله انت هتجيب للمرارة طيب ايه هي المرارة ووظفتها وعلاقتها بالكبد وعلاقتها بالجهاز الصفراوي وايه هي القنوات اللي بتمر فيها العصارة الصفراوية هو ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده الجهاز الصفراوي او البلياري سيستيم وظفته هو تخزين البايل اللي هي العصارة الصفراوية واللي بيتم انتكها داخل الكبد ثم نقلها الى احد اجزاء الامعاء الدقيقة بالتحديد الى الدودنم اللي هي الاثنى عشر بيتكون الجهاز الصفراوي من المرارة واللي اسمها جول بلادر وكانوات الصفرا واللي اسمها بايل داكتوس الموجودة داخل وخارج الكبد المرارة بتكون على شكل حباية الكمترة وتقع على السطح الامامي السفلي من الفص الايمن للكبد داخل حفرة او فصة بيطلق عليها اسم جول بلادر فصة طبقا لاسم المرارة نفسها بتقوم المرارة بدور الخزان اللي بيخزن العصارة الصفراوية ويركزها قبل نقلها الى الاسمها عشر ويمكن تقسيم المرارة الى ثلاث اجزاء الجزء الاول هو القاع او الفندس والجزء التاني هو الجسم او البادي والجزء التالت هو العنق او النك القاع او الفندس هو ابعد اجزاء المرارة وبيكون متلامس مع جدار البطن الامامي وجسم المرارة او البادي هو الجزء الاوسع وبيتناقص في حجمه الى ان ينتهي بعنق المرارة او النك والتي تقى على الجانب الأيمن من سرة الكبد واللي اسمها بورتا هيباتيس ومع انتهاء عنق المرارة بتبدأ قناة اسمها سيستيك داكتا العنق بتحتوي على عضلات دائرية أو ما تسمى سيركولر ماسلز واللي بتكون حاجة اسمها سبايرل فولدس يعني طيات لولبية موجودة داخل الغشاء المخاطي فبيطلق عليها اسم سبايرل فالفس أوف هستر المرارة بتحتوي على جدار بيتقلص عندما يحفزه هيرمون كولوسيستوكاينين فبيجبر العصارة الصفروية على مرورها داخل القنوات المرارية إلى الاثنى عشر والكولوسيستوكاينين هيرمون بيتم يفرازه من خلال خلايا موجودة في الاثنى عشر كنوع من أنواع الاستجابة لهضن الدهون والبروتينات في المعدة والاثنى عشر البيل أو العصارة الصفروية عبارة عن سائل قلوي بيتم إنتاجه داخل الكبد وتخزينه داخل المرارة لحين يتم تفريغها داخل الاثنى عشر للمساعدة في هضم وانتصاص الدهون والتخلص من الكوليسترول والبلوروبين من الجسم بيتم تجميع العصارة الصفروية ونقلها إلى المرارة عن طريق الانتراهيباتيك بايل داكتس كانوات الصفرة داخل الكبد واللي بيمروا بجوار أوريدت وشرايين الكبد كانوات الصفرة داخل الكبد بتندمج مع بعضها علشان تكون كانوات أكبر عند مركز الكبد فبيتكون قناتين القناة الكبدية اليمنى راية هيباتيك داكتر والقناة الكبدية اليسرى ليفت هيباتيك داكتر بعد كده بيتحد القناتين مع بعض عند البورتا هيباتيز وبيكونوا قناة كبدية مشتركة اسمها كومن هيباتيك داكتر ودي بتبقى بداية القناة الصفروية خارج الكبد الكومن هيباتيك داكتر واللي اختصارها CHD بتتحد مع القناة الخارجة من المرارة واللي اسمها السيستيك داكتر فبتتكون قناة الصفرة المشتركة واللي اسمها كومومبايل داكتر واللي اختصارها سي بي دي قناة الصفرة المشتركة بتواصل نزولها بمحاذاة الهيباتيك أرتري والبرتالفين الى ان تصل الى اول جزء من الاثنى عشر خلف الهدف بنكرياس اللي هو رأس البنكرياس وبعد كده بتمر من خلال جروف لحد ما توصل للجزء الثاني من الاثنى عشر وبيكون بمحاذاتها القناة الرئيسية البنكرياسية اللي هي من بنكرياتيك داكتر وتسمى ايضا داكتر اوفورسنج فبتتكون في النهاية القناة الكابدية البنكرياسية واللي اسمها أمبولا اوف فيتر وفي نهايات القنوات دي بتكون محاطة بعضلات دائرية بيطلق عليها اسم سفينكتر اوف اودي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة